السلام عليكم أصدقائي تحياتي إلى الجميع يوم أمس تكلمنا عن حادثة خطيرة جدا حصلت بغرب ألمانيا بمدينة اسمها فغويدنبورغ الحادثة حصلت للأسف لفتاة عمرها 12 عام يوم السبت بوقت الظهير هذه الفتاة راحت لمنزل صديقتها وبالخامسة والنصف عصرا طلعت الفتاة اللي اسمها لويزا من بيت صديقتها ولما كانت بطريق رجعتها للمنزل اختفت وتركت ألمانيا بصدمة كبيرة الأهل بلغوا الشرطة والشرطة والمدينة كلها صارت تبحث عن الفتاة حتى يوم الأحد فجرا لما عثر على جثتها هامدة بغابة جنب محطة قطار قديمة ما كان بتجثة أدل على وقوع أو يعني دلال على وقوع اعتداء جنسي وكانت فقط مقتولة الشرطة جنجنونها وعملت تحقيقات موسعة حتى عملت تحقيقات مع البيئة اللي كانت بيها الطفلة عايشة مثلا تحقيقات مع صديقات المدرسة أو تحقيقات مع الأهل وكل الأصدقاء والمحققين يقولون أنه من الطبيعي أنه بهكذا حالات يتم التحقيق مع الأطفال ومع زملاء المدرسة بهذه الحالات والآن الصدمة الكبيرة اللي قالها المحققين هي أن الأدلة متزايدة تشير إلى تورط فتاتين أحدهم عمرها 12 عام والأخر عمرها 13 عام من ضمنهم اللي كانت زايرتها يعني كصديقتها هذه الفتاتين اللي هي 12 عام و13 عام هم المتهمين الآن أو هم المشتبه بهم بقتل صديقتهم ليزة وترك جثتها بالغابة القرية اللي تعيش بها الفتاة الصغيرة ويسكت بيها 17 ألف نسمة كلها بحالة صدمة كبيرة وهذه هي صورة جوية تبين منزل الأهل حيث المؤشر الأحمر وهذا منزل الصديقة اللي راحت إلها ليزة يوم السبت وهذا هو النفق المظلم اللي كان بالسابق يستخدم كسكة قطاره الآن هو نفق مهجور وهذا هو مكان العثور على الجثة بالغابة المحققين عثروا على مكان يعني قرب مكان الجثة على شيء وهذا الشيء هو عائد لأحد صديقاتها المشتبه بيهم بارتكاب هذه الجريمة واللي كانت قد نفت إنها كانت معاليزة بوقت يعني خروجها من المنزل والآن النفق المهجور هو نفق مظلم للمشي يعتقد إن الفتيات الثلاثة من ضمنهم الضحية مروا بهذا الطريق المظلم ولاحقا بعد هذا النفق حصلت جريمة القتل ما جعل هذه الجريمة صادمة ومرعبة وأنها حصلت بين ثلاثة أطفال بعمر المدرسة فكيف ولماذا فكرت الصديقات بقتل صديقتهم هذا هو الأمر المحير وهو الأمر الصادم هل الغير الآن بين الصديقات بين من هي الأذكى ومن هي الأجمل هل تجعل يعني تكون دافع للقتل أم هل هو تحدي للإنترنت أم هل أصبح القتل الآن موضة جديدة عند الأطفال وزير الداخلية بولاية شمال الرين اللي هو هربترول ومسؤولين كبار بألمانيا تفاعلوا مع هذه الحادثة كونها يعني غير عادية أبدا موضوعنا آخر أصدقائي هو يتعلق بأزمة الطاقة وغلاء سعر الكهرباء وغلاء حتى التدفئة بأوروبا هذه الأمور هي ليست مجرد أن تأتيك فاتورة للكهرباء عالية جدا أو فاتورة للتدفئة مرتفعة جدا الأسوأ من هذا الأمر هو أنه هذه الأزمات تضرب حتى المحلات والمصانع بشكل موجع أكثر من الأفراد والمنازل والشقق لأن فاتورة المصانع قد تصل أحيانا إلى 3 مليار يورو مثل شركة باساف الألمانية للكيميويات اللي فاتورة الكهرباء عليها في 2022 أكثر من 3 مليار يورو فقررت أنه تنتقل لأمريكا لأن بأمريكا الطاقة رخيصة والحكومة الأمريكية نظمت هناك قانون ليسهل استقطاب الشركات إلى أمريكا اليوم الألمان حزينين بسبب الإعلان اللي أعلن عنه المتجر الكبير المحبوب اللي لديه مئات الفروع بألمانيا واسمه غاليريا كوف هوف ما تبقى من أفرع هذا المتجر الكبير هي 129 فرع سيتم إغلاق 52 منها بحلول نهاية شهر يونيو حزيران القادم للأسف يعني بحلول بداية الصيف وبداية خروج الناس من المنازل والتسوق سيتم إغلاق هذا المتجر الجميل بذلك سيتأثر بسبب هذا الإغلاق 4300 شخص هو موظف رح يتأثرهم بهذا الإجراء وسيفقد عمل حوالي 5000 شخص بعد إغلاق هذا المتجر طبعا الأسباب الرسمية لإدارة هذه السلسلة من المتاجر هي أولا تكاليف الطاقة مرتفعة تكاليف الموظفين أيضا مرتفعة تجعل المتجر يخسر أكثر مما يربح ثانيا تداعيات حرب أوكرانية المتعلقة بالتضخم جعلت الناس تصير فقراء وتشتري فقط الضروريات مثل الخضار والطعام ثالثا انعكاس لوباء كورونا والتعقيدات اللي حصلت بوقتها من إغلاق أو شروط دخول للمحلات سواء كان شخص ملقح أو كان عامل فحص كورونا كل هذه الأمور أثرت وأدت إلى دمار هذا المتجر الكبير ويعني حتى قد تتأثر متاجر عديدة أخرى لدينا مثلا سيئوند آ يعني يقوم بتقليص مساحاته ويصغر من فروعه المعروض منه لأنه الكلفة التشغيلية أصبحت مرتفعة هذه يعني كانت هي الأسباب ميكيل مولينباخ اللي هو المدير الإداري قال كل الأمور كان ممكن تلافيها إلا تكاليف الطاقة المرتفعة كانت علينا مدمرة موضوعنا الآخر أصدقائي لما دول العالم تشتري تكنولوجيا ورقائق الإلكترونية معناها العالم بتقدم وبإزدهار لما دول العالم تصنع وتنتج معناها الاقتصاد العالمي منتعش ولكن لما دول العالم تشتري أسلحة بكميات كبيرة فمعناها العالم الآن بخطر كبير والدول خائفة على وجودها وتعطي لشراء الأسلحة أهمية كبيرة على حساب الرقاء الاقتصادي في تقرير معهد ستوك هولم لأبحاث السلام اللي تم نشره يوم أمس تبين أن الدول العالم الآن تتسارع بشكل جنوني بتسليح نفسها خوفا من المستقبل وخوفا من المجهول وخوفا من تداعيات هاي الحرب اللي تحصل بأوروبا اللي هي حرب أوكراني وفقط خلال الاثنى عشر شهرا الماضية قامت دول الاتحاد الأوروبي بشراء كميات كبيرة من الأسلحة تعادل ضعف مشترتها هذه الدول خلال الخمس أعوام الماضية بكلها مجموعة يعني من عام 2015 لحد 2022 تم شراء أسلحة بأكثر من ضعف ما تم شراء بهذه السنين وأكثر دولة استفادت وبعت أسلحة للعالم أو صدرت أسلحة للعالم هي أمريكا 40% من السلاح اللي يباع بالعالم مصدر أمريكا روسيا كانت الثانية 16% من السلاح العالمي مصدر روسيا فرنسا الثالثة الصين الرابعة ألمانيا الخامسة بمقدار 4.2% من السلاح بالعالم أكثر ثلاثة دول بالعالم تستورد الأسلحة من الأسواق هي قطر والهند طبعا السعودية أيضا والدولة أوكرانيا هي الثالثة دولة بالعالم بكميات أخذ الأسلحة من السوق أو يعني استقطاب الأسلحة سواء شراءها أو استيرادها أو إرسالها إليها كمساعدات الموضوع الآخر أصدقائي ألمانيا الآن تعيش أكبر موجة أضرابات بتاريخها والحديث تقريبا عن جميع القطاعات تحصل بها أضرابات وبعد ما يحصل أضراب بعد ما يتم تهديد العمل يعني تهديد وجودي للعمل بسبب الأضرابات يتم الاستجابة لمطالب المضربين بترو كيميائيات حصل بها أضرابات وتم الاستجابة لمطالبهم قطاع النقل قطارات باصات أو مطارات مستمر الآن الأضرابات بيها والآن الجديد هو أنه نقابة فغدي العمالية اللي تنظم تقريبا أغلب الأضرابات نظمت اليوم الأضراب بمجال الرعاية الصحية سيشمل المشافي عيادات الطب النفسي ويعني أماكن الرعاية الصحية الموظفين كلهم رح يتوقفون على العمل بشكل مؤقت والأضراب سيشمل يعني هذا اليوم حتى يوم غدا بأكمل فقط بولاية بافاريا من ضمن الولايات الألمانية رح تشارك بالأضراب أكثر من ثلاثين مشفى وتقريبا أغلب دور رعاية المسنين بالعاصمة برلين يتم التخطيط لعمل أضراب حتى أكبر مشفى بألمانيا واحد أكبر مشافي أوروبا ومشفى شارتي وأيضا بمشافي عديدة أخرى وأيضا ولايات العديدة الأخرى الستة عشر سيحصل بها أضرابات المطلب اللي يريد المضربين والذي تداعي به نقابة فغدي العمالية هو شهريا 500 يورو زيادة بالراتب أو ما يعادل 10.5% زيادة كنسبة مئوية على المعاش ومن المتوقع أنه بين 27 آذار مارس إلى 29 سيتم يعني عمل جلسات مفاوضات وكل الأدلة تشير إلى أن العاملين بالمشافي رح يتم الاستجابة لمتطلباتهم رغم أنه المشافي تقول أن لدينا عجز مالي شهري قدره 750 مليون يورو ونعاني بيدفع رواتب موظفين وعاملين بسبب يعني غلاء فواتر الطاقة نحن ندفع ناخد سالونغ هذا أمر طبيعي 500 يورو 600 يورو للكهرباء والتدفئة ولكن المشافي الناخد سالونغ اللي عليها يجعلها تعاني من عجز مالي وبالتالي كما قلت لكم الأمور تتجه إلى رفع نسبة استقطاع التأمين الصحي من المعاشات لجعلها تتجاوز العشرين بالمئة كما تؤكد وزارة الصحة بألمانيا بهذا الموضوع صحيحنا للنهاية إن شاء الله تكونوا استفادية وتحياتي لكم مع السلامة